اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان تركيا ستوسع الغاز الطبيعي القادم من روسيا الى اوروبا عبر اراضيها بواسطة مشروع السيل التركي مؤكدا ان هذه الخطوة لم تحدث فجأة بل حدثت نتاجا للعملية الدبلوماسية التي تقودها تركيا للتوصل الى حل سلمي فيما يتعلق بالازمة الاوكرانية اما وزير المالية والخزانة التركي نوردين نباتي فقد اكد من الرياض موقع تركيا الجغرافي الذي يتيح لها ان تكون ممرا للطاقة من السعودية وروسيا وايران ويقول ان اي نفط او غاز طبيعي تم نقله عبر البلاد سيكلف اقل وسيشحن بامان اكبر فهل تتحول تركيا لأكبر مركز لنقل الطاقة في الشرق الاوسط هذا ما اناقشه مع ضيفي في الاستيديو الاستاذ جلال بكار اهلا بك استاذ جلال اهلا وسلم حياك الله ولكن دعنا نتابع هذه المادة وياك نتابع مشاهدين الكرام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بداية استاذ جلال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول انه من خلال نقل الغاز الذي لا يمكن استخدامه في خطوط نوردستريم من بحر البلطيق الى البحر الاسود يمكننا تمهيد الطريق الرئيس لوقودنا الى اوروبا عبر تركيا ويمكننا انشاء اكبر مركز للغاز الطبيعي لامداد اوروبا في تركيا لماذا تم اختيار تركيا بالتحديد؟ هذه رسالة على ان اوروبا فقدت المصداقية الاقتصادية مع روسيا كما اعلن فلاديمير بوتين لان هذه رسالة ان تركيا اليوم هي طاولة المفاوضات التي من خلالها ممكن ان ينقل الغاز او مصادر الطاقة او الصادرات الروسية من حبوب وطاقة او من غذاء وغيرها من خلال تركيا لانها الضامن الوحيد اليوم الذي يقبله جميع الاطراف اليوم تركيا لم تعد فقط هي عبارة عن وسيطة او عبارة عن صلة وصل ما بين الاطراف وانما هي مركز استراتيجي يحتاجه بقية دول العالم لتمرير بعض السفقات الدولية فيما سيؤمن استدامة لرفع بعض المخاطر الاستراتيجية في المنتجات الاستراتيجية مثل مصادر الطاقة وغيرها من الحبوب البعض نقل عن وزير الطاقة التركي بانه تفاجأ من هذا المخترح الروسي والرئيس اردوغان اكد بان هذا الامر لم يحصل فجأة كيف لم يحصل هذا الامر صدفة بالنسبة لتركيا؟ ما المعطيات التي سبقت هذا الاعلام؟ تركيا وروسيا كان لديها الكثير من العقبات في السابق واستطاعت ان هذه العلاقات ان تتجاوز هذه العقبات دبلوماسيا وربط الاستدامة الاقتصادية ما بين روسيا وتركيا من خلال ايضا ارضاء الاطراف الاخرى من حلف النيتو او الطرف الامريكي والبريطاني كان هو عقدة سياسية اقتصادية تضمن مصالح الجميع على طاولة المفاوضات التركية لكن اليوم تركيا ما هو سبب اختيار تركيا كهذا المركزية لروسيا؟ اولا هناك مشاريع مستدامة ذا نظرة استراتيجية لروسيا في تركيا واهمها محطة اوكيو النووية وهي استثمار باكثر من 23 مليار دولار وايضا ان تركيا هي تمثل بعض من الامن الغذائي وبعض من القطاع الصناعات وبعض قطاعات اللوجستيات التي هي مختصة في البناء التحتية ايضا في روسيا يعني هناك مشاريع ايضا للشركات التركية في داخل روسيا تعمل في البناء التحتية وايضا هناك بعض المنتجات الغذائية الاستراتيجية يتم تصديرها من تركيا الى روسيا بشكل سنوي بان تتحول تركيا الى مركز لنقل وتصدير الطاقة هل هذا كان هدفا بالنسبة لحكومات تركيا المتعاقبة خلال الفترة الماضية؟ هي ليس فقط هدف وانما هي استراتيجية بغض النظر عن الظروف الدولية اليوم عندما انت تخلق قيمة مضافة لك من خلال الاستفادة من موقعك الجغرافي وايضا من خلال الاستفادة من الدبلوماسية الخارجية وايضا القوى الدولية اصبحت تعتمد على التواجد التركي على المستوى الاقليمي هذه نقاط جميعها وضعت تركيا في الطاولت الحوار الوحيدة اليوم الدولية التي من خلالها تستطيع هذه المنصة التركية ايصال اي فكرة ايجابية لتجاوز الازمات الدولية اليوم الجميع يحتاج الى شراكات ذو ثقة عالية اليوم الشراكات مع تركيا اعتقد هي شراكات تمتاز بان تركيا تعتمد في استراتيجيتها على القيمة المضافة واستراتيجية الكسب للطرفين يعني تركيا لا تعتمد استغلال الموقف او حتى الاستثمار في استغلال المواقف وانما تركيا تعتمد على ما يحتاجه العالم من ممكن ان نقول نواقص سوف تصبح مستقبلية وبشكل قريب وكما كان مقترح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان توزيع بعض مثلا من منتجات المحاصيل الحبوب بشكل مجاني مثل السودان والصومال والبلدان الفقيرة وهذا ما اتفق عليه الدولتان روسيا والتركيا وايضا لدينا بعض الملفات السياسية الحساسة بالنسبة للطرفين واهمها سوريا وايران والصين نحن بدأنا اليوم مثلا نرى الصين تتخلى في سياسة دعمها الى روسيا بتصعيد اللهجة بالتنبيهات لروسيا بعدم استخدام السلاح النووي في الحرب مع اوكرانيا وهذا بادرة غريبة ولكن هي عندما تقرأ التفاصيل هي تقول ان هناك كانت زيارة للمستشار الالماني في الصين ومن بعدها اعتقد تم هناك بعض الاتفاقيات الاستراتيجية وعلى هذا تم التصريحات من قبل الصين والتنبيهات لروسيا بعدم استخدام السلاح النووي وبأخذنا بهذا الكلام مستدد جلال لأطراف دولية لو تحدثنا عن حرب الطاقة المتصاعدة في العالم دخول تركيا اليها كطرف ليس مع طرف منخرط اساسا في هذه الحرب ولكن ربما لتهدأت حدة هذه الحرب المشتعلة اساسا بين اطراف كثيرة حول العالم ما طبيعة هذا الدخول التركي في هذه الحرب اولا هو دخول استراتيجي يضمن ان يكون هناك خطوط عبور استراتيجية امنة لا يمكن العبث بها لان هذه الخطوط دائما تحت السيطرة التركية اي ليس هناك حدود متعددة قريبة من هذه الخطوط يعني هذه الخطوط تبدأ من تركيا وتنتهي من تركيا وصولا الى الاتحاد الاوروبي منها الى الشرق ومنها الى غرب اوروبا هذا اولا ثانيا نحن لدينا بعض اعتقد الفرص اليوم لتركيا لتهدئة الاجواء الدولية لاننا نحن اعتقد وصلنا الى بوادر الحرب العالمية الثالثة ولكن تركيا اليوم اعتقد غيرت بعض المفاهيم لتخليص اعتقد دول العالم اليوم من هذه مشقات او تبعيات الحرب الروسية الاوكرانية نحن دائما ما ننظر الى التأثيرات الجانبية وليس تأثير الحدث نفسه يعني نحن اليوم اذا نظرنا الى الكوارث الاقتصادية اليوم هي تأثيرات جانبية لجائحة كورونا وانما الجائحة انتهت ولكن تأثيراتها هي من تبقى واليوم لدينا القضية الروسية الاوكرانية وهي اعتقد في يوم ما ستنتهي اما ممكن من خلال حرب او ممكن من خلال تفاوضات وستبقى التداعيات ولكن من الممكن اليوم ان تخفض هذه التداعيات ببعض الاتفاقيات والموازنات الدولية الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية بحيث الجميع يضمن يعني مطالبه تحت طولة هذه الحوار ومن نتائج هذه الحرب استبدال جلال علاقات تركيا روسية قوية وفيها الكثير من الاتفاقيات خصوصا في مسألة الطاقة تركيا تبعت سياسة التوازن واضحة خلال اشهر الماضية بين الشرق والغرب بين روسيا والغرب من جهة اخرى ولكن اذا من خرطت في هذه الحرب حرب الطاقة هنا اقصد هل يمكن ان توازن بين روسيا والغرب داخل هذه الحرب من الطبيعي ان ممكن ان توازن لان اليوم تركيا هي جزء من حلف الناتو وروسيا جزء من المجتمع الدولي هو عضو دائم في مجلس الامن وهناك نزاعات اصبحت امريكية اوروبية روسية اوكرانية واضحة واليوم امريكا حفزت اعتقد المعركة الروسية الاوكرانية ووضعت الاوروبيين في اعتقد في هذا المعترك الذي ليس له نهاية يعني اليوم الاتحاد الاوروبي اعتقد هو يعاني ممكن ان يكون يعاني لفترة زمنية من السنة الى سنتين ولكن الاتحاد الاوروبي قادر اعتقد ان يتجاوز هذه الازمة ولكن سيكون هناك بعض تغير في الشراكات الدولية وبعض الموازين هل تتحول استاذ جلال تركيا لأكبر مركز لنقل الطاقة في الشرق الاوسط على الاقل بشكل بسيط ممكن لان موقعها الجغرافي يساعد على هذا الموضوع التوازنات الدولية تواجدها دبلوماسيا تواجدها عسكريا اعتقد اهم نقطة ممكن ان تكون مهمة لتركيا هي الاستقرار الداخلي الذي من خلاله سيؤمن الاستقرار وخاصة ان تركيا مقبلة على انتخابات في وقت قصير وزير المالية والخزانة التركي نور الدين النباتي يقول ان تركيا قادرة ان تكون مركزا لتصدير الطاقة الى اوروبا من دول مثل السعودية هل نشهد تعاونا سعوديا تركيا في مسألة الطاقة؟ من الممكن انا اقول لك اليوم نحن ممكن ان نشهد عهد جديد من المفاوضات وعهد جديد من الشراكات الاستراتيجية الدولية نحن اليوم امام قوة تتشكل وولادة قوة جديدة اليوم نحن لدينا روسيا الصين الهند وايضا لدينا تركيا لدينا تركيا علاقتها بالناتو تركيا علاقتها بروسيا تركيا علاقتها بايران اليوم ايران والعقوبات وملف العقوبات لدينا جميع القوى الدولية اليوم تعيش في اعادة تقييم للاوضاع الدبلوماسية والشراكات الدولية لخلق شراكات ممكنة لكي تكون اكثر انصافا في هذا النظام العالمي طيب استاذ جلال بالنسبة ايضا للحديث عن تركيا يبدو ان هذه التطورات على مستوى الطاقة ستكون لها نتائج وانعكاسات على الاقتصاد التركي اليوم صندوق النقد الدولي ينصح تركيا برفع سعر الفائدة وهذا احدث ضجة كبيرة في الاوساط التركية بان هذا يخالف بشكل صريح سياسة اردوغان الاقتصادية المتبعة في الداخل التركي كيف تعلق على هذه النصيحة؟ تركيا دائما ما تعيش اليوم فروب للتحرر هي عاشت اعتصد حرب سياسية في التحرر من الانخلاليين اولا ثانيا لدينا تركيا بدأت بخطة اقتصادية واعلنها الرئيس التركي انها هي حرب للحرية المالية التركية ثالثا صندوق النقد الدولي دائما ما كان هو المسبب الاول لافلاس الدول نحن لدينا مثال الارجنتين لدينا مثال كولومبيا لدينا امثلة كثيرة على ان صندوق النقد الدولي ينصح نترب الاقتصادات من الداخل وليس لكي ينعش الاقتصادات لم يتبثل صندوق النقد الدولي في دولة ما الا وهبط الاقتصادة فاصل قصير ونواصل لأساذ جلال الحديث عن زيارة المستشعى العلماني أولف شولز للصيد فاصل قصير ونواصل مشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة